موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنكليزية للصف الرابع للتداي درسنا اليوم يونت 3 لسن 8 اليونت الثالث الدرس الثامن عنوان الدرس سبورت ريسز السباقات الرياضية موجود بصفحة 52 من كتاب الطالب صفحة 50 من كتاب النشاط قبل ما أبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنكليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع للتداي بصفحة 52 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة سبورت ريسز السباقات الرياضية listen, look and read استمع, انظر, وقرأ من طيني نص يطلب من عندنا استمع للمقطع الصوتي اللي يتحدث هذا النص look, انظر, واتبع مع المقطع الصوتي بعدها أحاول أقرأ مثل ما قرأ من مقطع الصوتي إذن راح نستمع للمقطع الصوتي انتبع وياه نحاول نقرأ أكثر من مرة هذا النص لأن نص للقراءة مهم جدا بالامتحان الشفوي من الممكن يستعد أن يختاره ويطلب من التلاميذ أن يقرؤه لذلك أحاول أقرأ النص أكثر من مرة إذا لقيتنا كلمة غريبة وما عرف تلفظها أشغل المقطع الصوتي وعرف شون ينطقها لحد ما أضبط قراءة هذا النص إذن راح نستمع للمقطع الصوتي نتبع وياه نحاول نقرأ مع المقطع الصوتي وبعدها نوضح المفردات والأشياء المهمة اللي يجب حفظها من هذا النص نستمع للمقطع الصوتي أحاول أشياء Track 65 Sports Races Listen, look and read 1 It was a sunny day in May At school it was Open Day And there were races on the sports field 2 The first race was a running race The teacher shouted loudly Ready Steady Go 3 Some children ran quickly And some children ran slowly 4 Next, it was the egg and spoon race The teacher shouted loudly Walk carefully 5 Nadia was in front She was winning the race But she walked too quickly And dropped her egg Oh no, my egg 6 Lena walked quickly But carefully She was first Tariq was second Well done, Lena Well done Tariq is second 7 The teacher gave a gold star To all the children Everyone was happy And cheered loudly Did you enjoy the races? It was great! Yes, we did! Yes! 8 Karim and Lena Were first in their races Tariq and Rana Were second And third In the egg and spoon race Yippee! Nangis Egan بعد ما اسمعنا المقطع الصوتي وتبعنا وياه وحاولنا نقرأ مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي نجد نوضح المفردات المتعلقة بهذا النص طبعاً أكون مجموعة من العبارات اللي رح نقشرها ذلنا العبارات مهمة وتفيدنا بكتاب النشاط إن شاء الله رح نقشرها ونحاول نكتبها بالدفتر لأن مهمات جداً بالامتحان التحريري وكذلك سيلاقينا تمرين بكتاب النشاط فنومبر وون أولاً In May في شهر May اللي هو الشهر الخامس At school في المدرسة It was open day كان اليوم المفتوح مناسبة اليوم المفتوح And there were races on the sports field وكان هناك سباقات في حقل الرياضة Number two ثانيا The first race was a running race السباق الأول كان سباق الركض The teacher shouted loudly المعلم صرخ بصوت عالي هاي العبارة نعشرها عبارة جدا مهمة Shouted loudly صرخ بصوت عالي هاي العبارة شنو أهميتها يجب حفظ كل فعل والظرف المناسب إلي Shouted loudly Shouted فعل معناها صرخة شنو الظرف اللي ناسبه لازم أعرف ان الظرف اللي ناسبه Loudly صرخ بصوت عالي Ready Steady تجهز Go انطلق Number three ثالثا Some children run quickly بعض الأطفال ركضه بسرعة And some children run slowly وبعض الأطفال ركضه ببطئ هاي العبارة نعشرها كذلك ركضه ببطئ Run فعل معناها ركضه الظرف المناسب إلي Slowly إذن صارت لحد الآن أدنى عبارتي Shouted loudly صرخ بصوت عالي Run slowly ركضه ببطئ Number four رابعا Next في السفاق التالي It was the egg يعني spoon raised كان سباق الملعقة والبيضة The teacher shouted loudly المعلم صرخ بصوت عالي إذن هنا نعادلت هاي العبارة المهمة Shouted loudly صرخ بصوت عالي لحد الآن صارت عدي عبارتي Run slowly ركضوا ببطئ Shouted loudly صرخوا بصوت عالي صرخوا بصوت عالي كذلك أدمج قال المعلم قال Walk carefully كذلك هاي العبارة المهمة Walk يسير أو سيروا يعني امشوا هالفعل الظرف المناسب إلي Carefully بحذر كذلك نحاول نكتبها نابر 5 خامسا Nadia was in front Nadia كانت في المقدمة هذه Nadia She was winning the race كادت أن تفوز بالسباق But she walked too quickly لكنها سارت بسرعة كبيرة And dropped her egg وأسقطت بيضتها إذن Walked too quickly يسير بسرعة عالية إذن هذا كذلك فعل Walked سارة أو مشى Too quickly بسرعة كبيرة جدا إذن هذا الفعل Walked سارة أو مشى والظرف المناسب إلي Quickly معناها بسرعة And dropped her egg وأسقطت بيضتها She قالت Oh no كلا My egg بيضتي Number 6 سادسا Leena walked quickly Leena سارت بسرعة But carefully لكن بحذر إذن هذا الفعل Walked سارت الظرف المناسب إلي كذلك Carefully Walked carefully إذن أدنى ثنيا Walked Walked quickly سارت بسرعة كبيرة Walked carefully سارت بحذر كذلك هالي الفعل إناس بظرف ثاني اللي هو ظرف Carefully بحذر She was first كانت في المركز الأول طارق was second وطارق كان الثاني طارق يقولها Well done أحسنتي Well done Leena كذلك هالي البنية تقولها أحسنتي يا Leena طارق السكند طارق في المركز الثاني number seven سابعا The teacher gave a gold star to all the children المعلم أعطى النجمة الذهبية لجميع الأطفال Everyone was happy الجميع كان سعيدا and cheered loudly واحتفلوا بصوت عالي كذلك هاي العبارة مهمة Cheered احتفل هو الفعل الظرف المناسب إله loudly بصوت عالي فالمعلم يسألهم Did you enjoy the races هل استمتعتم بالسباقات فالجميع قال Yes Yes we did نعم لقد استمتعنا It was great لقد كان عظيما number eight ثامنا كريم ولينا كانوا الأوائل في السباقات طارق ورنا كانوا في المركز الثاني والثالث في سباق البيضة والملعقة فهنانا يحتفلون يقولون EP EP معناها مرحة كلمة تقال عند الاحتفال هذا ما يخص هذا النص طلعنا العبارات أو الكلمات المهمة اللي يجب أن يحفظها التلميذ حاول يكتبها بالدفتر shouted loudly صرخ بصوت عالي run slowly ركض ببطء walked too quickly سارة بسرعة walked carefully سارة بحذر و cheered loudly احتفلوا بصوت عالي يجب حفظ كل فعل هذانه مجموعة من الأفعال شنو الظرف اللي ناسبها ليش لأن من ممكن تجين بالامتحان التحريري بصيغة الخاصة بالثمانين الأول اللي هو على التمرين look at the sport races story انظر إلى قصة السباقات الرياضية اللي قرناها قبل دقيقة find these words وجد هذه الكلمات منطيني مجموعة من الكلمات يطلب من أندي أني أوجدها بالنص اللي قرناها قبل دقيقة مثل ما أشرنا يطلب من أندي أني أطلعها بعدها يقول لي what verbs can come before each one ما الفعل الذي يأتي قبل كل ظروف من هذه الظروف إذن منطيني loudly slowly quickly carefully loudly loudly مرة أخرى يطلب من عندي أني أكتب الفعل المناسب لهذا الظروف فمثل ما وضحنا أني ذن الأفعال والظروف المناسبة لها يجب حفظها فأنا إذا حفظتها أقدر أجاوب هذا النوع من التمارين write the words اكتب الكلمات فمنطيني المثال هو number one أولا فراغ loudly فراغ بصوت عالي شن الفعل المناسب أكيد الفعل shouted صرخة صرخة بصوت عالي ما يصير أقول مثلا run ركضة أو walked سارة ليش لأن ذن الأفعال ما يناسب عن الظروف loudly اللي معناه بصوت عالي number two ثانيا فراغ slowly فراغ ببطع شن الفعل اللي ناسب هذا الظروف ببطع أقول run run ركضة ركضة ببطع مثل ما طلعناها بالجدول اللي شرحنا قبل دقائق إن الفعل run ركضة يناسب الظروف run slowly ركضوا ببطع number three ثالثا فراغ too quickly فراغ بسرعة كبيرة جدا شن الكلمة المناسبة بفراغ ذكرنا بالنص اللي قرناها قبل دقائق إن الفعل اللي ناسبه هو الفعل walked walked too quickly معناها ساروا بسرعة كبيرة جدا لذلك نادية أسقطت البيضة الخاصة بيها number four رابعا فراغ carefully فراغ بحذر شن الكلمة المناسبة بفراغ يجب أن يسيروا بحذر فأقول walked carefully ساروا بحذر number five خامسا فراغ loudly فراغ بصوت عالي شن الكلمة المناسبة بفراغ أخذنا shouted loudly صرخ بصوت عالي والفعل الآخر هو cheered loudly احتفلوا بصوت عالي هذا ما يخص هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب لي ذن الخمس نقاط ينطيني الظروف ويطلب من عنده أن يكتب الأفعال المناسبة لهذه الظروف بما أنه احنا شرحناها ووضحناها قلنا يجب حفظ الأفعال والظروف المناسبة إلها اللي كتبناهن بالدفتر قبل دقائق فيقدر أجاوب هذا النوع من الأسئلة إذا كنت حافظهن ننتقل إلى النشاط الآخر write a word under each picture اكتب كلمة من طين مجموعة من الكلمات تحت كل صورة فأشوفوا الصورة شن الناسب هي الظروف من ذن الظروف اكتبها تحتها فمثلا صورة هذه الطفلة اللي سادة إذاناتها شن الكلمة أو الظروف اللي من طينيها نبقى على التمرين تناسب هذه الصورة slowly ببطء غير مناسبة quickly بسرعة كذلك غير مناسبة loudly بصوت عالي نعم هذا أكثر ظروف مناسب للصورة لذلك هي سادة إذاناتها ليش لأن الصوت loudly بصوت عالي الصورة الأخرى صورة الطفل شن الظروف اللي ناسبة slowly ببطء غير مناسبة quickly بلي سرعة كذلك غير مناسبة لاود اللي استخدمناها carefully بحذر يجب التعامل مع هذا الطفل بحذر فأقول carefully أكثر ظروف مناسب لهذه الصورة أما الصورة الثالثة صورة هؤلاء الأشخاص اللي يركضون شن الظروف المناسب إليه slowly ببطء ما يركضون ببطء quickly بسرعة نعم إنهم يركضون بسرعة فأقول quickly أما الصورة الأخيرة صورة السلحفاء احنا نعرف أن السلحفاء جدا بطيئة فأقول slowly تفسير بسرعة بطيئة جدا بأسفل هذا التمرين مكتوب complete the sentences أكمل الجمل التالية كذلك هذا التمرين جدا مهم من الممكن نجيب لي ذن الجمل ويقول لي أكملهن بالظروف المناسبة اللي منطيني نياهن بأعلى التمرين فمثلا number one أولا wash the baby فراغ اغسل للطفل بفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة carefully اغسل للطفل بحذر number two ثانيا don't talk to فراغ لا تتحدث بفراغ جدا شنو الكلمة أو الظرف المناسبة للفراغ أكيد كلمة loudly لا تتحدث بصوت عالي جدا number three ثالثا the boys run فراغ الأولاد أو الشباب ركضوا بفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة quickly ركضوا بسرعة number four رابعا it walked فراغ سارت هذه السلحفاء سارت بفراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة slowly ببطئ السلحفاء سارت ببطئ هذا ما يخص هذا التمرين كذلك هذا التمرين مهم جدا إذن أدنا التمرينين لحد الآن مهمات التمرين الأول ينطيني الظروف ويطلب من عندي أن أكتب الأفعال المناسبة لهذه الظروف أما التمرين هذا فينطيني جملة ناقص بها الظروف يطلب من عندي أن أكمل الجملة بالظرف المناسب اللي منطينيها على التمرين ننتقل للنشاط الآخر listen look and say استمع انظر وقل أو ردد منطيني مجموعة من الكلمات يطلب من عندي أن أستمع لنطق هذه الكلمات أنظر لها وأردد بعد ما يقرأنا الأستاذ هذه الكلمات فالكلمة الأولى 13 13 معناها 13 الكلمة اللي تشبهها هي كلمة 30 30 الكثير من التلاميذ يخطأ بين ذني الكلمتين أو ذني كلمات وذني كلمات 13 13 30 30 بعض التلاميذ يخطأ 13 يسميها 30 و30 يسميها 13 هذا الشيء خاطئ يجب التمييز بين هذين الحقلين 13 13 30 30 30 14 14 40 40 15 15 50 50 16 16 60 60 17 17 70 70 18 18 80 80 19 19 90 90 بعد ما تعلمت نطق هاي الكلمات وميزت بين 13 والثلاثين 14 والاربعين 15 والخمسين الاخره يطلب من عنده بالتمرين الاخر listen and write the numbers you hear استمع 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 للمقطع الصوتي واكتب الأرقام التي تسمعها منطيني بالمقطع الصوتي شخص يتحدث مجموعة من الأرقام ينطق مجموعة من الأرقام يطلب من عنده الرقم اللي اسمع أكتبه أكتبه بالحقل المناسب أما حقل 13 اللي هو المحصور بين العشرة والعشرين أو حقل 30 اللي هو حقل العشرات 30 40 50 60 إلى آخره فراح نستمر المقطع الصوتي وكل كلمة يقولها أحاول أكتبها بسرعة بالحقل المناسب لها أكتبها بسرعة بالحقل المناسب لها 18 60 14 50 إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وكتبنا كلمات اللي نتقه بالمقطع الصوتي هذا مجرد نشاط صفي يريدنا أميز بين الأعداد بين العشرة والعشرين اللي هي 15 16 19 وبين الكلمات اللي تشبهها 15 تشبهها 50 15 تشبهها 50 50 16 16 تشبهها 60 60 وهكذا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا به نص وقلنا هذا النص للقراءة مهم جدا من الممكن أن الأستاذ يطلب من التلميذ داخل الصف أن يقرأ جمل أحد هذا النص وكذلك مهم بالامتحان الشفوي أنه يطلب من التلميذ أن يقرأ هذا النص لذلك ضرورة جدا أن التلميذ يتعلم قراءة هذا النص من خلال إعادة المقطع الصوتي أكثر من مرة يتبع وياه ويحاول يقرأ مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي أو مثل ما قرأ الأستاذ بعدها استخلصنا مجموعة من العبارات المهمة جدا بالامتحان التحريري قلنا هذه العبارات يجب حفظ الأفعال والظروف المناسبة لها وعرفنا الشوانتجين بالامتحان من خلال التمرين الأول موجود بكتاب النشاط حليناه بالإضافة إلى ذلك التمرين الثالث اللي موجود بكتاب النشاط اللي منطيني مجموعة من الجمل يطلب من عندنا نكملها بالظروف المناسبة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أوظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة